على الدعاء لكل إنسان يدعي نفسه يعني كل واحد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال له أني لا أحسنه دندنك ولا دندنة معادي ولكن أدعو أن يدخل الله الجنة قال يعني حولها أنه دندن كل واحد يدندن لنفسه هذا هو الدعاء لأنه أقرب للإخلاص ولا يشوش على غيره أما ما يفعله للناس فهذا أغلب الناس الجهة لهم ليفعل ذلك يبقوا مجموعات ويرفع أصواتهم بصراح كبير واحد يتكلم والتاني يرد عليه فلا فيه خشوع ولا فيه استحضار وفلوقت نفسه يشغل الناس الأخير اللي هم يعني عندهم نوع من الإخلاص ولا عندهم التعلق ولا كذا بتلك المواقف العظيمة التي تخشع فيها القلوب يصرفونها ويشوشون عليه فهذا مكروه الدعاء هذا الجماعي المكروه ربما قد يصل حتى إلى الإثم إذا كان يعني يؤذي الناس فإنبغي الناس يتجنبوا هذا وكل واحد يدعو لنفسه هذا الدعاء هذا في كل ليس في التواف فقط بل في كل المحافل الدعاء الفردي لكل بين الله وبين العابد هذا أقرب الخشوع وأقرب الإجابة هو أولى ولكن الدعاء الجماعي اللي هو بين جماع حاضرين في مكان قد لا يكون ممنوعا أحيانا إنما الدعاء اللي يدعو به الإنسان النفسي بينه وبين ربه هو أقرب الإخلاص وأقرب الإجابة أن الله طبعا تعالى يقول عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ترجمة نانسي قنقر